استقبلت إدارة شؤون الانتخابات 31 مرشحا جديدا مع انتهاء اليوم السابع لتسجيل مرشحي انتخابات مجلس الأمة 2024 بينهم امرأتان ليرتفع اجمال المرشحين المسجلين قبل ثلاثة أيام على إغلاق باب التسجيل إلى 194 مرشحا بينهم ستة سيدات وحددت إدارة شؤون الانتخابات مواعيد استقبال طلبات مرشحي مجلس الأمة خلال شهر رمضان المبارك لتكون ما بين الساعة العشر صباحا والواحدة ونصف ظهرا موعد انتهاء الدوام الرسمي مع الوصول إلى اليوم السابع لتسجيل مرشحي انتخابات مجلس الأمة لعام 2024 التحق بركب الترشح 31 مرشحا جديدا ليرتفع اجمال المرشحين المسجلين إلى 194 مرشحا بينهم ست سيدات مع انتهاء اليوم السابع مع الانتهاء العمل لليوم السابع التوالي باستلام طلبات المرشحين لانتخابات مجلس الأمة 2024 استقبلت إدارة شؤون الانتخابات 194 مرشح من ضمنهم ست نساء أحب أن أوه على الإخوان المتقدمين لإدارة شؤون الانتخابات بتسجيل طلب الترشح التوجه بعد الانتهاء إلى المخفر المختص كلها حسب دائرة الدائرة الأولى مخفر الدعية دائرة الثانية مخفر الشامية الدائرة الثالثة مخفر كيفان الدائرة الرابعة مخفر العميرية الدائرة الخامسة مخفر العدان وتقديم طلب استمارة الترشح إلى المخفر المختص إدارة شؤون الانتخابات حددت مواعيد استقبال طلبات مرشحين انتخابات مجلس الأمة العامي 2024 خلال شهر رمضان المبارك لتكون من الساعة العاشرة صباحا وحتى الوحيدة والنصف ظهرا موعد انتهاء الدوام الرسمي على أن يكون آخر يوم للتنازل هو الثامن والعشرين من الشهر الجاري تستقبل إدارة شؤون الانتخابات إن شاء الله طلبات تسجيل المرشحين في شهر رمضان المبارك من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا وتستمر إدارة شؤون الانتخابات إن شاء الله في استقبال طلبات المرشحين حتى يوم الأربعاء تاريخ 13-3 في إدارة شؤون الانتخابات خصوص أي مرشح حاب أنه يتنازل عن طلب تسجيل الترشح يتوجه إلى المغفر المختص الذي يقدم فيه طلب الترشح ويقدم كتاب إلى رئيس المغفر بطلب تنازل عن الترشح ويقوم المغفر بإرسال الطلب إلى إدارة شؤون الانتخابات لاستكمال طلب تنازل المرشح الجهات الحكومية المعنية بالعملية الانتخابية بقيادة وزارة الداخلية تستمر في جهودها لإنجاح عملية تسجيل مرشحين انتخابات مجلس الأمة لعام 2024 وصولا إلى يوم الرابع من إبريل المقبل يوم الديمغراطية الكويت فهد التركي تلفزيون دولة الكويت اشتركوا في القناة